مش عايز تكلمك خالص طبعا عن الجهاز الفني اللي انت بقيت واحد منه دلوقتي خلاص فمش من الصحيح ان احنا نتحدث عن الجهاز الفني وانت عدو فيه ولكن على مستوى اللعبين النهاردة كمير نادي الزمالك حاسة انه لعيب نادي الزمالك كان ممكن يقدمه افضل لعيب نادي الزمالك كان فيه مش عايز اقول تقصير بس كان فيه حاجة ممكن تتعيب الافضل من اللي حصل النهاردة خاصة انت كنت بتاعي بفريق بيلعب عشرة لعبين من الديع العشرة تقريبا دي حقيقة النهاردة احنا مقدناش كلاعيبة بقى خليني نكلم لو خليني نكلم اللعيبة مقدتش المطلوب منها ده حصل بشكل واضح مع كل الناس كل الجهاز الفني كمان كلنا مسؤولين كل بقى مسؤول في الهزيمة وفي النتاج مش كويسة خليني نقول ان احنا كلنا مش مسؤولين هتلاقي بقى كمان الكلام بيبقى كتير سواء بالنسبة لاختيارات الناس اللي بدأت الناس اللي قاعدت الناس اللي نزلت السيستم اللي بنلعب به الفترة اللي فاتت السيستم ازاي كنا بنلعب والناس شايفة ان كانت بنلعب واحنا بنلعب بتلتة وراء افضل من احنا بنلعب اربعة دلوقتي وراء كل واحد ليه وجهتنظره بالرغم ان انت ممكن تشتغل بالخطة دي وتنجح وتنجح لكن احنا دلوقتي بالمستوى دوت لو لعبنا باي شكل اي سيستم كان طالما ما فيش روح وما فيش اداء جيد من نسبة اللعيبة في ناس مش عايزة يعني هاجم الناس وقول ان هي مش عايزة تقدي دي لأ في ناس تعبت يعني واحد زي زيزوزو لعب كتير 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 وده احد مفاتيح النادي عندنا برضو راجل مؤرهق وتعب فبتلاقيه برضو التلات اربعة منشاط اللي فاته مش هو اللي احنا متعودين نشوفه ده مش معناه تقسير منه لأ اكيد برضو ان هو محتاج ممكن يكون راحة سلبية شوية محتاج الامور المعنوية والمنثالة دي برضو لها دور كبير في ان انت تكمل الموسم لحم موسم في الموسم التاني ومنتخب وضغط كبير على اللعيبة فاحنا بنحاول بقدر امكان ان احنا نساعد بقى اللعيبة انها تطلع من الحالة دي للأفضل هو ده دور الجهاز الفن طبعا اللي بقى موجود مع ايه وبعدين احنا بدكالة عندي زي مالك نادي كبير تعاطش بطلات دايما الجمهور عايز بطلات على طول فانت لما بتدخل حتى مجموعة جديدة وجايب عناصر جديدة لسه الفرقة في الانتقالات ولا كذا فيه ناس بتاخد وقت تتأكل مع الفرقة فيه ناس بتاخد وقت اقل حسب فانت بتحاول تشكل وتوصل لافضل افضل مرحلة ان انت ممكن تخلي الفريق في اسرع وقت متجانس مع بعضه موسيقى